بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلب التعليم الفني الصناعي الشعبة المعملية تخصص جدرات بناء الصف الثاني أهلا بكم ومرحبا في لقاءنا اليوم إن شاء الله بنستكمل ما بدأناه في حلقات وحدة أعمال الأرضيات طبعا كنا شرحنا وكلمنا في الحلقات السابقة وقلنا إن وحدة أعمال الأرضيات بتحتوي على ثلاث مخرجات تعلم المخرج الأول هو أرضيات الانترلوك والمخرج الثاني أرضيات البازالت والمخرج الثالث أرضيات الدبش طبعا الحلقات الماضية كنا اتكلمنا عن أنواع هذه الأرضيات وطبيعتها في منها ما هو صناعي مثل أرضيات الانترلوك وبيتم صبه طبعا بيكون الخامة بتاعته خرصانية طبعا لما بنقول خرصانية خامات خرصانية يعني بيكون أسمنت ورمل وحصة وبيضاف عليها طبعا إضافات كيميائية هذه الإضافات شرحنا في الحلقات السابقة وقلنا الهدف منها إن هي تعمل على تقويت معامل البري وقلنا إن طبعا دي أرضيات أماكن استخدامتها بتكون في الممرات وفي الأرصفة العامة والأرصفة داخل المنشآت الداخلية في الحدائق وفي القرى السياحية وفي المطارات أماكن محطات البنزين طبعا لأن هي عملية جدا وبتتحمل أحمال شقة طبعا شرحنا الخصائص بتاعتها التصميمات والأشكال ده بالنسبة لأرضية الانترلوك بالنسبة لأرضية البازلت وده موضوع الحلقة اليوم إن شاء الله هو وأرضية الدبش اللي هو المخرج الثاني والثالث دول من الخمات الطبيعية تمام وبيتم استخراجهم من المحاجر وبيتم تقطيع وتسويت هذه الخمات بالمقاسات المطلوبة بحيث إن إحنا نقدر إن إحنا نشتغل بيها وحسب التصميم المطلوب طبعا إحنا هنبدأ مع بعض كده المخرج رقم اتنين اللي هو المخرج الثاني في وحدة أعمال الأرضيات هنبص كده مع بعض هنلاقي بيقول لي تنفيذ أعمال الأرضيات باستخدام البازلت اللي إحنا شرحناه في الحلقات السابقة وإنه هو خامة طبيعية بيتم استخراجها من المحاجر وفي منها لونين لون الأسود واللون الرمادي طبعا صلب جدا لأن هي أحجار نارية تمام طيب قلنا أول حاجة دايما يا شباب متعودين عليها في الجدرات إن إحنا بنشتغل بمعايير معايير أداء أي وحدة داخلها مخرجات طيب أي مخرج هنشتغله لابد إن أنا نتبه لعدد المعايير اللي موجودة فيه من أول معيار لآخر معيار هنتفهمه وإنت كطالب هتفهمه كويس جدا من خلال شرح المعرفي بحيث إن إنت لما هتفهم الشرح المعرفي فهم جيد يبقى في الحالة لذي إن شاء الله هنقدر إن إحنا في المهارات نطبق بصورة جيدة طيب نبص مع بعض كده وهنلاقي إن رقم واحد يتبع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية يبقى إحنا كده متعودين دايما إن دايما قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية عندي إيه بقى قواعد الأمن والصحة المهنية أهم ما فيها وهستخدمها مباشر بالنسبة لك مهمات الوقاية اللازمة أنا عندي أربع مهمات أنت تدربت عليهم دايما في الجدرات ومتعود عليهم الخوزة القفزات الأفرول الحزاء السلامة طبعا الشكل بتاعهم أنت حفظته بالشكل ده المهمات دي بيتم تحضيرها قبل أي تمرين وقبل أي مخرج هشتغل فيه لأن أمنك وسلامتك الشخصية وسلامة زملائك أهم من تنفيذ التمرين طيب بعد كده فيه عندنا يعني أمور تخص الأمن والسلامة يبقى أهم الإجراءات التي يجب اتبعها أنا عشان أنفذ الأمن والسلامة لابد أن فيه إجراءات حتى بيعها التدرب لتحديد مصادر المخاطر واعتماد الإجراءات الوقائية لزيادة السلامة الشخصية يبقى أنا دايما لابد أن أنا أحدد لو فيه مصدر خطر ممكن ينتج عنه مشكلة يبقى أنا دايما أحاول أجنب وقوع مشكلة دي من ضمن إجراءات اللي هي تتبع للأمن والسلامة مثل لو أنا شغال في موقع عمل وعندي يعني مشترك كهربائي بوصل أداة كهربائية زي الهزاس اللي هو بيعمل لعملية تسوية طيب جنب منه مصدر مية تمام سواء بقى ساطل موجود في مية أو جيركن أو أي مصدر مية لازم أبعد مصدر المية عن المشترك الكهرباء أو أبعد المشترك الكهرباء عن مصدر المية مهم أنه ما يكونش لأنه ده ممكن يسبب لي مخاطر ومشكلة جامدة دي من ضمن تحديد المخاطر وتجنبها طيب أنه نلتزم بيها لزيادة السلامة الشخصية ليا ولزملائي تنفيذ إرشادات السلامة وتعليمات العمل أنت دايما متعود داخل الورشة في المدرسة هتلاقي فيه معلقات كده بتنبهك بحيث أن أنت سلامتك وسلامة زملائك مهمة جدا يبقى أنا فيه تعليمات في هذه الإرشادات لابد أن أنا انتبه ليها تمام كده طيب آخر حاجة بالنسبة لنا في تجنب المخاطر وطبعا الأمن والسلامة الالتزام بعدم الالتفاف أو التحدث أثناء العمل وخاصة أثناء منولة ورص العدد والخمات الكلام دا دايما بنأكد عليه وبننبه بنقول أن من ضمن السلامة الشخصية ليكو لزملائك في نهاية العمل هنعمل يعني إرجاع تاني للخمات وهنرصها وهنعمل إرجاع للعدد وهنعمل عملية تخزين فأثناء المنولة بتاعت التخزين ما ينفعش أنت طول اليوم مجهد وزملائك ما ينفعش أن أنا أشغل زميلي بالتحدث في أمور ما تخصش العمل أما خلص خالص أبتدي أن إحنا نبتدي نخلصنا التمرين وتمام واستريحنا ووقت الزمن التمرين خلص نبتدي أن إحنا نتكلم عادي ما فيش مشكلة كذلك نفس ما ينطبق عليه أثناء التدريب في الورشة في المدرسة هو ما ينطبق عليك لما تكون شغال في شركة أو في مكان العمل لابد أن أنت تحترم وقت العمل وفي نفس الوقت ما تكلمش أثناء المنولة عشان ما سببش مشكلة ليا والزملائي كده إحنا هنخش على المعيار التاني رقم اتنين معيار رقم اتنين بيقول لي يقرأ المصطلحات الفنية المهنة جميل جدا أنا عندي من ضمن المصطلحات عندي البردورة لابد أن أنا أعرف أن البردورة ده اسمه يعني مصطلح بيطلق على الحاجز اللي هو بيحجز للرد عن الطريق اللي هو المفروض أن أنا نهاية الرصيف أو نهاية الممر تمام طبعا ليه أبعاد معينة بتختلف حسب تصنيعه حسب مواصفاته تمام في عندي الرمل اللي هو الدفان رمل الردم الرمل اللي أنا بردن به تمام ده بالنسبة لي الدفان طبعا في عندي البلاطات نفسها بتاعت البزالت طبعا دي مصطلحات لابد أن إحنا نتعود عليها طيب المعيار الثالث مهم جدا قوي أن إحنا ننبه أن قراءة الرسومات الفنية والهندسية وتطبيقاتها في العمل طبعا في رسمة المفروض أن أنت قبل ما تبتدي في العمل الرسمة دي بتكون موجودة وإنت بتراجعها وبتراجع أبعادها كويس جدا ده اللي بإحنا بنسميه قراءة الرسومات لو في رموز على هذه الرسمة تتبع المصطلحات يبقى أنا برضو نفس الحكاية ده من ضمن قراءة الرسومات طيب أهم ما يميز قراءة الرسومات أن أنا أعرف أبعادي الخارجية تمام وأبعادي الداخلية بالنسبة للتصميم يعني إحنا لو بصنا كده مع بعض هنلاقي أن البعد الخارجي متسجل عندك الطول هو 135 من 100 من المتر يعني 135 سنتي طيب عندي العرض 105 من 100 من المتر يعني 105 سنتي يبقى أنا لما هاجي هشتغل أنا عارف أن المحيط الخارجي أو البعد الخارجي لهذا التمرين هيكون 135 سنتي طول في 105 سنتي عرض طيب التشكيلة بتاعة البلاطات البازلت في منها ما هو مربع وفي منها ما هو مستطيل بحجم كبير تمام حيبقى مشترك في البعد بتاع المربع اللي هو 30 في 30 يبقى أنا عندي بلاطات 30 في 30 عندي بلاطات 30 في 45 تمام اللي يهمني هنا أن المقاسات كده كده هي متحضرة قبل التنفيذ طيب اللي يهمني إيه بقى اللي يهمني يا شباب أن أنا أعرف الرص والتوزيع عشان أقدر أنفز طبقا لقراءة الرسومات اللي أنت المفروض اطلعت عليها قبل عملية التنفيذ يبقى هنا قراءة الرسومات مهمة جدا مراجعتها مراجعة الأبعاد لابد أن أنا احتفظ بهذه الرسمة معايا أثناء التنفيذ لأن أنا ممكن أثناء التنفيذ يحصل أي اختلاف في قطعة هيغير لي من شكل التصميم نحن 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 مهم أو المعيار التالت اللي هو قراءة الرسومات لابد أن أنا هتطلع على الرسمة تمام طيب اطلعت على الرسمة يبقى أعرف أن الرسمة ليها أبعاد خارجية تمام وأبعاد داخلية خاصة بتوزيع البلطات منها ما هو مربع ومنها ما هو مستطيل هعرف أماكن هذه المستطيلات وهذه المربعات إزاي أن أنا أنصق ما بينهم بحيث أن أنا أخرج العمل بعد تنفيذه مطابق تماما للرسمة اللي طلبت مني تنفيذها يبقى هي دا المعيار بتاع قراءة الرسومات أي اختلاف في ذلك يبقى أنت كده خلفت معيار قراءة الرسومات يا إما أنت ما قاريتش الرسمة أصلا فاشتغلت بناء على إيه أن أنت بترسه خلاص أو أن أنت قاريت الرسمة بس مش موجودة معاك فأصبح أن فيه نقطة ممكن في التصميم تفقد تفقدها أثناء التنفيذ تمام كده دا كده المعيار بتاع قراءة الرسومات هنبص هنلاقي المعيار الرابع يحدد نسب خلط المومة المستخدمة في عملية تركيب أحجار البازلت طيب النسبة هو هنا محددة بالنسبة لك بس إحنا بنقول يحدد عشان أنت تبقى أنت مطلع عليها طيب بنسبة قد إيه؟ بنسبة 350 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رام جميل جدا طيب يعني إيه 350 كيلو جرام أسمنت مقدرهم قد إيه بعدد الشكاير لو أنا عايز أترجمهم بعدد شكاير عشان العامل اللي معايا أو الراجل اللي هو داخل الموقع أقدر أطلب منه أقول له هاتلي الكمية دي هو مش هجيبها لي بالكيلو لأن إحنا عارفين أن الأسمنت بيتم تعبقته بالشكارة بوزن 50 كيلو جرام طيب لو أنا عايز أعرف عدد الشكاير بتاعتي هقسم النسبة اللي هي 350 كيلو جرام أسمنت على الخمسين كيلو هتديني بالضبط 7 شكاير أسمنت تمام كده؟ يبقى أنا لما هجيب 7 شكاير أسمنت لكل متر مكعب رام إحنا تعلمنا ولو تتذكروا كده في سنة أولى ولما تكلمنا عن وحدة العدد والخمات قلنا في الخمات اللي أنت فيه عندك آآ 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 ما هنيجي نحدد نسبة الرمل من خلال حاجة اسمها صندوق الكيل صندوق الكيل بيكيل لي الحجم اللي أنا عايزه بحيث أنه يديني متر مكعب رامل تمام كده؟ ونذكر مع بعض كده قلنا صندوق الكيل اللي هو بيكون أبعاده متر في متر في ارتفاع 40 سنتي ولو أنا عايز أعمل متر مكعب يبقى بابتدي أصب في هذا السندوق آآ اللي هو بارتفاع 40 سنتي مرة وبعد كده مرة تانية وبعد كده نص مسافة اللي 40 سنتي هيديني أربعين آآ سنتي مكعب بعد كده أربعين سنتي مكعب يبقى تمانين بعد كده عشرين يبقى مية بالزبط اللي هو متر مكعب ميت سنتي مكعب تمام كده؟ طيب احنا آآ دايما يا شباب بنأكد على أن المعايير مهمة جدا ولابد أن انت آآ تبتدي تفهمها كويس عشان تقدر تطبق بصورة جيدة طيب كده المعيار الرابع خلاص بالنسبة لنا المعيار الخامس ينفذ عملية تسوية وضبط سطح الأرض بالرمال طيب يبقى أنا لابد أن أنا يعني عارف أن أنا قبل ما هشتغل هعمل عملية تسوية جيدة جدا بحيث أن أنا لما هبتدي أنفذ يبقى أنا عند الأرضية مهدة لعملية التنفيذ طيب كده احنا دخلنا في عملية التنفيذ وهنشوف مع بعض كده فيديو بيوضح لموقع العمل تمام ومن خلال موقع العمل هنشوف كده التنفيذ الشكل بتاعه بالضبط احنا ده نفس التمرين اللي مطلوب مننا البردورة الخارجية موجودة وابتدينا نركب البلطات الأولى بمستوى أفقي مع البردورة والميزان واضح ميزان المياه واضح هنا بحيث أن أنا لابد أن أنا أبقى واضح الميزان المياه كويس جدا طبعا أنا هنا برص البلاطة بتاعة البازالت بالمكان المناسب بعد ما برصها طبعا بعد وضع المونة ووضع البلاطة البازالت طبعا كلام ده هنشوفه بوضع المونة في فيديو آخر بس احنا دلوقتي عايزين من خلال الفيديو ده نتعلم ازاي ان احنا هنبتدي نرص هذه البلاطات طبعا هو بيبتدي يحط لك طبقة المونة الأول طبقة الرمادي دي تمام واد البازالت بالشكل اللي هو تخانة البازالت نفسه اللي احنا دايما بنقول في حدود التلاتة سنتي سمك البازالت تمام وسمك المونة في حدود الاتنين سنتي تمام ببتدي ان انا اخد طبقة المونة هنبص كده في الفيديو كرسومات هنلاقي ان طبقة المونة هو بيحطها كمسطح بيفرشها على قد حجم القطعة ايوة هيبتدي يبتدي يرصيلي كده معايا قطعة البازالت اللي هي بلاطة البازالت ويبتدي حرك الميزان عشان يوزن افقي كلام ده اللي احنا دايما هنتعود عليه في التنفيذ طبعا احنا ماشيين مع الرص احنا مفترض ان انا يا معايا الرسمة يا اما راصص على الناشف يعني معنى على الناشف يعني بدون مونة اه جانبي كده وراسص البلاطات بتاعة البازالت على اليمين بتاعتي اهنا وببتدي اخد القطعة من خلال الرص عشان ما يحصلش عندي خطأ لو فيه تصميم انا ملزم به كده تمام هو ماشي في القطعة قطعة بالنسبة للرص طبعا الكلام ده طبقا لقراءة الرسمات الشكل اللي احنا شفناه في المعيار اللي احنا خدناه في المعيار التالت اللي هو قراءة الرسمات تمام كده ببتدي ان انا حط الميزان وابتدي اصبت الميزان كويس جدا لازم الفقاعة تكون في وسط الميزان يعني انا ابتدي ان انا اشتغل كويس جدا بحيث ان انا ما بيبقاش عندي خلل في ضبط الافقي بتاع الارضية وبتاع البلطات طيب انا هاخد هنا القطعة ايه هو بيشوف ما يوزيها في الرسم اه قطعة مربعة 15 ف15 ده مكانها اه هو بيبص على الرسم بيطابق بيطابق مع الرسم هنا من خلال الساهم اه هو باين هيسحب هذه القطعة وهيبتدي يحطها يتم وضع القطعة في المكان اللي هو مناسب للتصميم تمام هو شغال كده بيبص يشوف يطابق التوزيعة اللي انا حطيتها كده على اليمين اه هو هنا محتاج مستطيل 30 في 45 طبقا للرسم طبعا هيبتدي ينقل هذا المستطيل ويركبه على المونة اه احنا كده ماشيين خطوة خطوة مع بعض لغاية لما نخلص توزيعة التصميم بالكامل وبعد كده ان شاء الله هنشوف عملية التركيب في فني شغال بيبتدي انه هو يركب في فيديو اخر بحيس ان انت تبقى شايف على الطبيعة ده كده مجرد التصميم من خلال الرسومات تمام بيوزن طبعا ميزان المية ما بيفرقناش على طول القطعة برضو اللي هي موضوعة هو بيشوف نفس القطعة مربعة 30 في 30 بيتاجه كده واضحه نفس المسطح بتاع 30 في 30 هسحب البلاطة اللي هي بازلت وابتدي اركبها في نفس مسطحها بالزبط كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة بحيس ان احنا نقدر ننفذ التصميم بصورة جيدة كده واضحة وانا يعني في رأيي الشخصي اما زي ما قلنا اما الرسمة كورقة معاك او الافضل انت ترسهم في مكان جانبي زي ما احنا رسينهم كده بلاطات البازلت لان دي هتبقى اسهل بالنسبة لك لو في الكلام ده طبعا لو فيه مساحة تسمح بان انت ترس البلاطات طبعا هو ابتدى يقفل الجانب اليسار بتاعه اللي هو نحية البردورة من نحية الشمال تمام فاضله البلاطات اللي هي الداخلية من الجهة اليمنى اه هو ابتدى فرش مونة لمستطيل بلاطة مستطيلة اه 30 في 45 يبقى هنشوف البلاطة المستطيلة هيسحبها كده من الرصة وهيبتدي يعمل عملية تسوية يساوي السطح بالزبط تمام وهيكمل باقي تركيب البلاطات مع انه هيراعي موضوع الميزان زي ما اتفقنا كده لابد ان انا الميزان ابتدي اسحبه على كل بلاطات الارضية بحيث ان انا اتأكد ان انا ما عنديش عالي واطي وظيفة الميزان ان هي تزبط الافقية تماما لو انا طالب ميل هنعمل هنشكل الميل في البردورة وهشوف نسبة الميل نسبة الميل اللي احنا متعودين عليها بيكون سنتي في الواحد متر يعني كل متر برتفع سنتي لو انا عندي عرض الممرة او عرض الرصيف خمسة متر يبقى انا هحسب كل سنتي كل متر سنتي يبقى خمسة سنتي يبقى من بداية سفر اللي هي وش البردورة لنهاية الممرة او نهاية عرض الرصيف هيكون انا ارتفعت خمسة سنتي بناء على ان كل متر في الميل ليه واحد سنتي طبعا كده هو بيقفل بالنسبة لي الشكل اللي هو على اليمين بيبتدي ان هو يحدد شكل المونة بتاعتها البلاطة اللي هي هتبقى مناسبة طبعا للرصة وبيبتدي يحددها بحيث ان ينقلها في المكان المناسب لها تمام كده طبعا احنا في الحاجات اللي هي فيها تصميم بحاول بقدر امكان ان انا ماستعجلش تمام مع بعض كده هنشوف التوزيعة هو ابتدى يقفل الجهة اليمين طيب فضله هنا مربع خمسة عشر في خمسة عشر تمام هيسحب المربع اللي هو خمسة عشر في خمسة عشر تمام هو كده فرد المونة للجزء الاخير كله عشان ما يبقاش عنده مشكلة في عملية التركيب الكلام ده برضو هنشوفه مع بعض على الطبيعة في التركيب في الفيديو الاخر تمام هو كده بيقفل الجهة اليومنى من الارضية اللي هي خاصة بالرصيف من بلطات البازلت تمام فضله كده المربع خمسة عشر في خمسة عشر تمام اصبح ان هو فضله اخر بلطين من البازلت يبقى بالنسبة لنا كده قدرنا ان احنا نقفل التصميم طبقا للشكل المطلوب اخر حاجة اللي هو خمسة عشر في تلاتين مستطيل خمسة عشر في تلاتين طبعا راعي ان انا هسحب الميزان المية وابتدي اللي انا رصيته ونفسته كتركيب من بلطات البازلت على الارضية لازم ان انا اتأكد انه هو منضبط تابعا للميزان ده اخر قطعة بالنسبة لنا والشكل اصبح انه هو مطابق للشكل الرسمة اللي احنا طلبينها في التصميم ما حصلش اي اختلاف لان لو في قطعة اختلفت هتخلف لي شكل الرسمة كلها طبعا في الحالة زي دي هيبقى غير مطابق للمواصفات اللي هي مواصفات قراءة الرسومات يبقى انا في عندي معيار اللي هو معيار قراءة الرسومات لو انا حصل عندي خطأ في الرسم اصبح اننا المعيار ده حصل مشكلة فيه فيسبب لي مشكلة في التمرين كله لابد ان احنا نتابع لحاجة زي كده طيب احنا كده هندخل على المعيار رقم ستة المعيار رقم ستة بيقول لي ينفذ عمليات الرس والتركيب بالاشكال المختلفة وفق اصول الصناعة جميل جدا يبقى انا بالنسبة لي عملية الرس والتركيب دايما حسب الشكل المطلوب وطبعا هتبقى وفق اصول الصناعة اللي هي عمليات الضبط طبعا احنا هنا هنشوف كده فيديو عالطبيعة ادي المونة اللي احنا شفناها في الرسم ودي بلاطة بلاطات البازلت تمام هو بيوريك البداية بقى من الاول خالص والارضية وهيوريك الارتفاع مية وخمسين ملي يعني خمستاشر سنتي الارتفاع بتاعه تمام ودي الرسم اللي احنا اشتغلنا عليه بيقولك ان نفس الرسمة دي هبتدي نفذها بنفس الشكل على الارضية طبعا بيدق اوتاد بحيث ان يشد الخيط وده الاسهم دي بيتشير للميول يعني احنا كده شكل الميل هيكون كله على زاوية معينة يبقى الكلام ده هنحدده في شد الخيط وفي الاوتار بتاعتنا طيب هنا بيحددلي الردم المساق ال 15 سنتي اللي هو ارتفاع سطح البلطات في عندي ردم بجيب ردم من كسر الحجر او كسر البزلت نفسه بيكون حصة يعني اي حصة موجودة عندي هيقدر ان انا عشان ما يحصلش هبوط وبدكه بالهزاز بعمل عملية دك جيد جدا لهذا الردم بحيث ان انا اتأكد من ان الارضية كلها باقت متكوكة وفي نفس الوقت باقت صلبة تمام طبعا هنا بيحضر المونة بتاعته ده الرمل بس نوعيته غمق شوية في بعض الاماكن بيكون الرمل حسب طبيعة المكان نفسه بضيف عليه الاسمنت بالنسبة المقررة اللي احنا اخدناها واتكلمنا عنها اللي هي 350 كيلو جرام اسمنت لازم المونة بتاعتي تكون متوسطة اللدونة يعني هو بيضغطها كده بحيث ان هو بيقولك ما تبقى السيلة قوي ولا هي جافة فيحصل فيها خلل طبعا ببتدي اخد المونة وافردها تبعا لمسطح البلاطة اللي هي هركبها من البزلت البلاطة اذا كانت مربعة تمام يبقى انا بفرد بحجم البلاطة تمام كده وابتدي اطرق عليها عملية الطرق باستخدام اه الدقماء اللي هو الكويتش تمام وطرق خفيف كده وابتدي اضع الميزان وفيه عند اللحمات فيه عند مباعدات ده اسمه مباعد للحام اللي هي صلايب بلاستيكية تمام كده طيب عادي عشان تحفظ لي مسافات اللحمات بتاعتي بقيمة موحدة ايا كان بقى هو هنا شغال على خمسة مل اللحام اللي هو نص صنط اللحام تمام كده طبعا بعد 24 ساعة بابتدي ان انا عايز بقى اقفل اللحمات بتاعتي اللي هي بنسميها عملية السئية او التشتيب باخد مونة فلفلة يعني ايه مونة فلفلة يعني نسب المية بتاعتها بسيطة بحيس ان هي تملى معايا اللحام وفي نفس الوقت ما يحصلش يعني فيه تماسك على سطح البلاط لان راعي ان انت هتبتدي تعمل عملية تنظيف للبلاطات يبقى هنا المونة المفلفلة هتساعدني طيب فيه اثر شوية على اللحمات وعلى البلاطة نفسها لان بلاطات البازلت يعني لها ميزة او بتتميز ان هي خشنة ودي يعتبر ميزة بالنسبة بص السطح الاخير بعد ما انتهى طبعا الشكل الاخير بالنسبة لي بقى شكل جميل جدا بعد عملية التشتيب طيب الرقم سبعة احنا طبعا وصلنا للمرحلة اللي هي تنفيذ عملية تركيب الغلاي حول الاعمدة والارصفة والحوائل يبقى انا لو انا بقفل شكل هشتغل واشد الخيط زي ما احنا شفنا في الفيديو السابق ومن خلال هذا الفيديو بقدر ان انا احدد اماكن الميل اماكن الميول وهبتدي اشتغل طيب انا في نهاية المسطح لابد ان يكون عندي في اماكن بنسميها اماكن تركيب الغلاي يعني ايه غلاي يعني الشرائح او الشريحة اللي هي وارد ان انا في نهاية الحائط او في نهاية وتابعا للبعد اللي انا ملزم ان انا امشي عليه ان مايجيش مساحة بلاطة سليمة تمام طيب يبقى هنا في الحالة اللي زي دي بنعمل حاجة اسمها علام تمام وببتدي اخد البلاطة بقيس بالمتر الاول البلاطة مثلا 30 في 30 لا لقيت المساح عندي مطلوب ان انا عايز 16 سنتي يبقى بعلم على البلاطة 16 سنتي بالمتر وببتدي ان انا اعلم العلام جيد جدا بزاوية وبعد كده ببتدي قطع هذه البلاطة باستخدام المقص تمام يبقى بالنسبة للموضوع سهل جدا طيب هناخد المرحلة اللي بعد كده او المعيار اللي بعده بيقولك ينفذ عملية ملء الفراغات بالرمال بين لحمات بلاطات البازالت اللي ايه عملية الفينيش والسئية تمام احنا قلنا بنجيب اللي هي المونة المفلفلة وببتدي ان انا اراعي ان نسب المية بتاعتها ده اللي احنا شفناه برضو في الفيديو ببتدي ان انا اراعي ان نسب المية بتاعتها تكون بسيطة بحيس ان المونة المفلفلة دي اقدر ان انا اضغطها بصورة جيدة وفي نفس الوقت اقدر ان انا اعمل لها عملية تنظيف بعد عملية السئية طيب المعيار الأخير يجري عمليات الصيانة اللازمة وفق أصول الصناعة وهنا لابد يا شباب أن ننتبه لنقطة مهمة جدا أن طبعا بالنسبة أي تمرين أنت بتشتغله في نهاية التمرين هيكون فيه عندك حاجة اسمها أعمال الصيانة أعمال الصيانة دي بيكون صيانة بسيطة الهدف منها أن أنت تتضرب على أن لو فيه أرضية تم إنشاءها والأرضية دي بعد فترة حصل فيها خلل أو حصل فيها أن محتاجين نحن نوصل بعض المرافق زي مثلا مصورة مية مصورة كعربة طيب في الحالة زي دي إحنا هننزع مساحة معينة من هذه الأرضية يبقى أنت لابد أن أنت داخل الورشة هتتضرب على أن إحنا هنفكلك عدد من البلطات تمام؟ ده ما يميز عملية الصيانة بحيث أن أنت هتتضرب على كيفية أعمال الصيانة من حيث إزاي أن أنا هطهر مكان الأرضية ودي إحنا خدناها في الحلقة السابقة في أرضية الإنترلوك ووضحنا في الفيديو إزاي أن أنت هتعمل عملية تطهير للأرضية من مخلفات المرفق اللي كان يتم توصيله داخل هذه الأرضية تمام؟ بعد عملية التطهير دي الخطوات اللي إحنا هنشتغلها في الصيانة طبعاً الخطوات دي داخل عملية الصيانة كمراحل عمل يبقى أنا عندي أول حاجة بحدد المساحة بتاعت الصيانة أعرف خماتها بطلبها أدي إيه؟ تمام؟ إذا كانت يعني دايماً بتكون بعدد بلطات ممكن تكون صيانة بسيطة هو مجرد مكان مصورة فبيبقى هو بيفكلك مثلاً صف طيب الصف ده بادئ من أول بداية الحفر بتاع المصورة للنهاية هعد عدد البلطات بتاعتي وشوفها أدي إيه طيب يبقى أنا كده هطلب عدد بلطات بناء على البلاط اللي تم نزعه طيب بعد كده في عندي الكمية بتاعة المونة برضو نفس القصة بكعابها بشوف المسطح بتاعها أدي إيه وبكعابها وبعرف أنا محتاج أدي إيه أسمنت ومحتاج أدي إيه رمل ده بالنسبة لإحتياجات الخامات طيب بالنسبة لعملية التركيب بقى بالصيانة قلنا عملية التركيب بتاعة الصيانة تختلف عن الإنشاء في أن لابد أن أنا هطهر الأول وأبتدي لو أنا في عندي زيادات في المونة لو أنا طبعاً بعمل صيانة على البازلت البازلت بيتم تركيبه بالمونة يبقى أنا بطهر هذه الأرضية بصورة جيدة باستخدام أجنة ومطرقة تمام أتأكد أن ما فيش في الأحرف أي مونة خالص زيادة وبعد كده ببتدي أفرش الفرشة من الرمل اللي هي بنسميها الديفان بتاعتي الرد وببتدي أسيب مسافة بس على قد تخانة الـ 2 سانتي مونة من السطح السفلي للبلطات يعني تحت السطح البلطات بسيب مسافة في حدود 2 سانتي الـ 2 سانتي دول اللي هو بيتم ملقوهم بفرشة المونة اللي هو هيركب عليه بلطات البازلت تمام؟ آخر حاجة بالنسبة لنا في الصيانة ببتدي أركب هذه البلطات تباعا لغاية لما خلص المكان اللي أنا اشتغلت فيه طيب طبعا كده احنا الآخر معيار بالنسبة للبازلت هنبتدي المخرج رقم 3 وهو تنفيذ أعمال الأرضيات باستخدام الدبش طبعا الشباب احنا في الحلقات السابقة لما ابتدينا نشرح في هذه الوحدة اللي هي وحدة أعمال الأرضيات قلنا ان هي بتشتمل على ثلاث مخرجات وشرحناهم وعرفنا أنواع هذه المخرجات قلنا المخرج الأول أعمال أرضيات الانترلوك وقلنا ان هو مصنع هذه البلطات أو قوالب الانترلوك بيتم تصنيعها بمقاسات معينة الوحدة التانية أو المخرج التاني آسف داخل هذه الوحدة اللي هي وحدة أعمال الأرضيات المخرج التاني بيكون أرضية البازلت طيب أرضية البازلت احنا يعني اتكلمنا قلنا البازلت من الخمات الطبيعية اللي هي صخور نارية وبيتميز بأنه هو اللون ليلونين اللون الرمادي واللون الأسود تمام واشتغلنا في هذه الحلقة شرحنا كيفية التركيب بالنسبة لأرضيات البازلت تبعا لأصول الصناعة ووفقا للرسومات المطلوبة احنا حاليا دلوقتي وصلنا للمخرج رقم ثلاثة اللي هو تنفيذ أعمال أرضيات باستخدام الدبش طيب الدبش ده نوع من أنواع الأحجار اللي هي غير مستوية الشكل عشان كده احنا بنطلق عليها الدبش طبعا الدبش بالنسبة لي لابد أن أنت تبقى متفاهم أنه هو أقل صلابة من البازلت ولذلك فيه فرق في التمن البازلت أغلى من الدبش طبعا احنا اختيار نوعية الأرضية بتكون حسب اختيار صاحب المكان العمل هو طبعا اللي هو يعني عارف امكانياته ومقدرته وطلباته ايه هو اللي عايزه بيبتدي يختار هذه الأرضية وبيبتدي يختار التصميم احنا كده يعني في المخرج الثالث هنبتدي نتكلم عن تنفيذ أعمال الأرضيات باستخدام الدبش وهنبتدي ناخد كده معيير الأداء ونتكلم عنها تباعا برضو هنقول يتبع قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية يبقى احنا كده لابد أن في هذا المخرج زي ما قلنا وشرحنا في المخرجات السابقة ان ايه هنتبع قواعد الأمن والسلامة عندنا مهمات الوقاية اللازمة اللي هي طبعا المهمات اللي احنا دايما على طول حفظينها وبشغالين عليها الخوزة القفزات الأفرول حزاء السلامة طبعا الشكل بتاعهم اللي احنا متعودين عليه ده كده ضمن المعيار ولابد ان احنا دايما نتعود على هذه الأشياء كمهمات أمن وسلامة بنحضرها قبل عملية التمرين كده بالنسبة لنا ما بننساش لان ده معيار أساسي في كل مخرج يعني احنا انت ممكن بتقول يا مستر طب انا اشتغلته قبل كده في المخرج السابق طب في المخرج الحالي لا ده معيار هتتحاسب عليه او هتتقيم عليه فما ينفعش ان انا يعني اتركه او ان انا ما نفزوش على ارض الواقع يبقى ان الامن والسلامة هكون محضر المهمات بتاعتي ومش هينفع ان انا اشتغل بدون ملبس هذه المهمات انا احضرها عشان على ارض الواقع ابتدي ان انا يعني يكون عندي وقاية شخصية بحيث تأمني سلامة الشخصية وسلامة طبعا زملائي بالنسبة للاجراءات المتابعة ناخد طبعا الاجراءات التي يجب اتباعها طبعا هنا بيقول لي التدرب لتحديد مصادر المخاطر واعتماد الاجراءات الواقعية لزيادة السلامة الشخصية نفس هذه الخطوات احنا برضو في المخرجات السابقة شرحناها وتكلمنا وقلنا ان انا لابد ان انا احدد المخاطر بحيث ان انا اتجنب يعني وقوع اي مشكلة طبعا من ضمن المخاطر اللي هي تخص مخرج ارضيات الدبش عملية الرص لاحجار الدبش احنا هنا بننبه يا شباب وبنقول ان انت راجل فني متخصص الدبش دايما غير مستوي لابعاده يعني فانا لابد ان انا مرفعش الرصة بحيث ان ما يحصل لهاش انهيار يعني انا برص معنى الرصة يعني ان انا بجهز خماتي من اعمال الدبش فبتدي احطهم فوق بعض طيب لي ارتفاع مفروض ان انا مسموح لي ما اقدرش ان انا زود عليه يعني يستحسن زيادة عن ستين سنتي خلاص لان انا لو جالس في مكان وبشتغل لو زيادة عن كده هيبقى ممكن يحصل انهيار للرصة فتسبب لمشكلة او تسبب لزملائي يبقى سلامتك وسلامة زملائك في العمل مهمة جدا واحنا دايما بننبع عليها ضمن الاجراءات التي يجب اتباعها لاحتياطات الامن والسلام تمام كده طيب اللي بعده قلنا طبعا انت دايما هتتعود في الامن والسلامة الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة في مجال العمل ووسائل الامان لزيادة السلامة الشخصية خلاص كده احنا تعودنا عليها فسلوكياتك والقواعد المطلوبة ان انت تلتزم بيها سواء داخل اه الورشة في المدرسة او ان شاء الله لما تكون شغال في شركة او في مكان عمل بعد تخرجك يبقى بالنسبة لك النقطة دي مهمة جدا جدا لابد ان احنا نأكد عليها لان دي اه ضمن الاجراءات اللي هي متابعة للامن والسلامة طيب اه تنفيذ طبعا ارشادات السلامة وتعليمات العمل اللي هي الارشادات اللي بيكون معلقة واحنا اتكلمنا عليها قبل كده اه لابد ان انا دايما عناي عليها ومنتبه بحيث ان انا قدر انفزها بصورة جيدة تمام اخر حاجة بالنسبة لنا واتكلمنا عليها برضو وشرحناها وبنأكد عليها كمعيار في كل مخرج الالتزام ضمن معيار الامن والسلامة طبعا يعني الجزئية دي ضمن معيار الامن والسلامة الالتزام بعدم الالتفاف او التحدث اثناء العمل وخاصة اثناء مناولة ورص العدد والخمات قلنا يا شباب ان ده بد عملية في نهاية العمل هيكون عندي عملية اه الرص والتخزين وده اه بيتم عن طريق المناولة اه طبعا ممكن ان احنا لو في خمات بيتم استرجاعها اه للمخزن وهرصها لازم ان انا ارصها بشكل جيد جدا طبعا ده من ضمن التقييم بتاعك من ضمن تقييمك على اساس ان انا ما ينفعش ان انا اسيب مكان العمل اه بدون ترتيب بعد نهاية العمل لا ده من ضمن اه اساسيات اه الشغل بتاعك مش مجرد ان انت نفست التمرين وخلاص لا بيتم طبعا احنا عارفين ان احنا في التعليم الفني احنا بنشتغل بالنسبة لتخصص العمارة او المباني بالاخص بمونة بنسميها مونة تدريب ما هياش مونة حية الفرق ما بين مونة التدريب والمونة الحية ان مونة التدريب بيكون داخلها جير بديل الاسمنت احنا عارفين ان جير بيديني لدونا نفس اللدونا بتاعة الاسمنت ولكن ما بيدينيش التصاق فهي هنا بيبقى احنا محتاجينه ليه عشان التمرين اللي انت بتشتغل فيها وده اجابة على اسئلة كتيرة لبعض الطلبة بقول ليه انا ما بشتغلش باسمنت لان احنا بنشتغل تدريب اه الاسمنت بالنسبة لك ان شاء الله لما هتبتدي تتخرج او لو داخل المدرسة استدعى الامر وفيه مشروع او فيه حاجة سابتة بنعلمك من خلالها ولكن التدريب عموما بيكون كله بيمون التدريب من الرمل والجير الجير هنا بديل للاسمنت طبعا رمل وجير لو قلنا الجير والرمل هيبقى بنسبة واحد الى ستة يعني واحد جير الى ستة رمل طبعا بعد ما بنخلص خالص قلنا ده عملية الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي عملية التخزين اللي هي بنعمل فيها المناولة والرص لابد ان انا هفك وابتدي ارص بصورة او بشكل جيد جدا بحيس ان يعني ما يحصلش عندي خلل او مشكلة وهراعي ان هذا الرص العيدة والخامات هارجع استخدمهم تاني فيبقى انا راصص بنظام وبترتيب جيد جدا كده بالنسبة لنا اللي هي الاجراءات المتبعة طبعا المعيار التاني يقرأ المصطلحات الفنية للمهنة برضو نفس الحكاية بالنسبة للارضية انا في عندي البردورة تمام وفي عندي الرمل اللي هو الديفان وطبعا الديفان ده بيتم دكه زي ما شفنا قبل كده في الفيديو في المخرج السابق بيتم استخدام الهزاز الميكانيكي بحيس ان انا اقدر ان انا اضعط عليه بصورة جيدة وطبعا في عندي البلطات بتاعتي من الدبش وعندي المونة هقدر ان انا من خلالها احدد واشتغل الشكل اللي انا عايزه وطبعا احنا بننبه يا شباب انه هذا المعيار او معيار قراءة المصطلحات الفنية من المعيير المهمة جدا ان انت لو تم سؤالك عن اي خاءة يعني قطعة من هذا التمرين يبقى انا هبقى عارف ان المحيط الخارجي هو من البردورات البردورة ايه المقصود بالبردورة البردورة عبارة عن مستطيل من الخرصانة تمام هذا المستطيل بيتم تحديد ابعاده حسب صبه مبدئيا ممكن ان انت نفس المقاس اللي انت بتشتغل عليه في الورشة بيكون المقاس بتاعه عندك خمسين صنتي في ارتفاع عشرين في ارتفاع خمستاشر ده مقاس في تاني خمسين صنتي في خمستاشر في خمستاشر حسب ارتفاع الردم اللي انا هاخده والكلام ده احنا برضو شوفناه في الفيديو السابق وقلنا ان انا بقدر ان انا حدد ارتفاع الردم بتاعي وحدد بناءا عليه ارتفاع البردورة. تمام? طيب. البردورة الخرصانية دي بنسمي احنا بردورة خرصانية. البردورة الخرصانية طبعا 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 ما ذكرنا كلمة خرصانية يبقى الخامات المستخدمة آآ في تكوينها وصبها بيكون من الرمل والحصة والاسمنت. طبعا دي بتتصب مسبقا آآ في مصانع وبيتم بتجهيزها بحيث ان هي بيجيلي آآ مستوية الابعاد آآ الاحرف نفس الحكاية مستوية الاحرف ببتدي ان انا اتعامل معاها بحيث ان انا بعمل آآ عملية آآ تجهيز للارضية اللي هي تحت البردورة وازاي ان انا اقدر ارصها من خلال طبعا وضع المونة طبقة مونة اسفلها طبعا طبقة المونة بيكون كسيفة بحيث ان هي لما تضغط البردورة بطبيعتها تقيلة وطبعا لابد ان انا في تركيبها بشدها بشدها خيط الاول وبركبها الاحرف بتاعتها اللي هي بتسميها السيوك بتكون ماشية موازية لهذا الخيط طبعا بتأكد ان الخيط بتاعي مارين آآ فاصل اللحام ما بين البردورة والاخرى بيكون واحد سنتي تمام طبعا بعمل عملية ملء اللحمات بعد اما تأكد من ضبط البردورات كلها تابعا الخيط عشان اخر مرحلة بالنسبة لي هي عملية ملء اللحمات عشان لو انا في عندي خلل في البردورات مملاش اللحمات عشان اللحمات هتعوقني على ان انا اقدر ان انا اصبطها آآ تابعا لهذا الخيط يبقى احنا كده ده من ضمن آآ معرفتي بهزي المصالحات طبعا ده بالنسبة للبردورة بالنسبة للرمل اللي هو الردم رمل الردم بيكون من الرمل الخشن تمام وبقدر ان انا اجيب الكمية طبعا الاول بردم زي ما شوفنا في الفيديو السابق بالنسبة الارضيات البازلت هو ما نفس التجهيز ينطبق على ارضيات الدبش بنجيب الحصة اللي هو الصغير وبابتدى يفرشه على الارضية مسبقا قبل عملية الرمل اللي هو بتاع الردم طيب فرشت الحصة بارتفاع وليكن اقل حاجة في حدود خمسة سنتي تمام هبتدي افرش طبقة الرملة بتاعتي برضو نفس الحكاية في حدود خمسة سنتي تمام كده طيب هي لو انا عدي ارتفاع واخد ارتفاع البردورة خمسة سنتي يبقى انا خدت خمسة سنتي حصة خمسة سنتي آآ ردم من الرمل اللي هو بنسميه احنا الدفان وبابتدى ادوكه تمام وبابتدى ادوكه كويس جدا طيب يبقى انا فاضل عندي من خمسة سنتي خمسة سنتي اتنين سنتي فرشت المونة وتلاتة سنتي اللي هي سمك البلطات اللي هيتم تركبها طبعا ده بالنسبة لعملية آآ تجهيز آآ الارضية نفسها اللي هي هيتم تبدأ بالدفان من اول الحصة لغاية الرمل لغاية المونة آآ تركيب البلطات طبعا يا شباب آآ احنا يعني في آآ حلقة او الحلقات الخاصة بوحدة اعمال الارضيات بنأكد وبنقول ان احنا في الحلقات السابقة آآ شرحنا تنفيذ اعمال ارضيات الانترلوك آآ اليوم آآ شرحنا ونفذنا مع بعض كده آآ تنفيذ اعمال آآ ارضيات البازلت وشوفنا ازاي ان احنا بنقدر نمشي تبعا لرص طبقا للتصميم اللي هو في قراءة الرسومات وده معيار موجود عندك لابد ان احنا ننتبه ليه طيب بدأنا في المخرج التالت اللي هو تنفيذ اعمال ارضيات الدبش ووصلنا للمعيار اللي هو خاص بمعيار آآ قراءة المصالحات وشرحنا آآ طبعا خطوات العمل بالنسبة للدبش بالنسبة لعمال الردم وبالنسبة للتسوية وبالنسبة لان انا بحافظ على ارتفاع سطح البردورة الخاصة بالعمل آآ نتمنى ان انتو تكونوا الامور واضحة بالنسبة لكم ان شاء الله في الحلقة القادمة بنستكمل آآ المخرج التالت اللي هو تنفيذ اعمال الارضيات الدبش من هذه الوحدة وحدة اعمال الارضيات ونلقاكم على خير والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله